في أجواء من الحزن والألم شيع أبناء قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة الشهيد داود ريان 42 عاما والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للقرية في وداع مهيب ألقت العائلة نظرة الوداع على الشهيد قبل مواراته الثرى إلى مثواه الأخير إن الاحتلال إلى زوال وأقول كما قالها من قبل دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة وإن اليهود قد ظلموا وبطشوا في البشر والشجر والحجر إن هذا عدوان احتل أرضنا احتل بلادنا سرق مقدراتنا سرق أرضنا دنس مقدساتنا لا بد لنا من أن نعمل ونعمل ونعمل ونبكى نعمل حتى يزول هذا الاحتلال من أرض فلسطين منطقة شمال غربية القدس هي رئة نابضة ورئة حية في محافظة القدس تتعرض كما تتعرض كل المناطق في مدينة القدس حقيقة في شمالها وجنوبها وأحياءها وزقتها ومخيماتها إلى عملية استهداف عنيفة وبشعة القصد منها قتل الروح وقتل الحالة الوطنية التي تعمل جاهدة لحماية موروثنا الوطني والأخلاقي والإيماني في مدينة القدس للحفاظ على عروبتها والحفاظ عليها أمام خطر التهويد وخطر الانتقام وخطر التزوير تاريخها وتزوير مشهدها العام رساسة في صدر الشهيد استقرت أثناء المواجهات وكانت كفيلة بإنهاء حياته بعد أن منعت قوات الاحتلال مركبة الإصعاف من الوصول إليه فالتحق الشهيد داود بالشهيد حباس ريان من أبناء قريته وعمومته والذي ارتقى قبله بأقل من 24 ساعة وكان من نصيبهما أن يكون في استشهادهما كما في حياتهما رفيقين لا شك الإصابة كانت في الصدر إصابة خطيرة إصابة صعبة ولكن تم منعنا من الوصول والاقتراب وتقديم العناية الطبية والإسعاف للشهيد هذه المنطقة التي يكون شمال الكدس هي عبارة عن 16 قرية هي محاصرة من جميع الجهات محاصرة بجدار الفصل العنصري بحلقتين الناس بيستعملوا طرق من خلال النفق الواصل بين قرية الجيب وقرية بدو وهذا أي دورية عسكرية أي حدث بصير أي تصعيد من كبير الإسرائيليين يوضع حاجز على نفق بدو بمنع 70 ألف مواطن من وصولها لماكن عملهم والطلاب لجامعاتهم ومدارسهم شهيدان في فجرين هكذا وصف أبناء القرية ما حدث فجر مخضب بدم الشهداء وفجر مكلل بنور الكرامة ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين